خسرت هذه الطائرات معركتها في صد هجوم الحرائق التي تشتح غابات جزيرة كريت اليونانية لليوم الثاني على التوالي فقد حكمت الحرارة المرتفعة بعقوبة الموت حرقاً على غطاء ريثيمنو الأخضر وأطبقت حصارها على سكان الجزيرة وممتلكاتهم التي باتت فريسة لجحيم التغير المناخي السنة اللهب هنا أضاءت ليلة منطقة أركشونس ساحلية في جنوب غرب فرنسا فقد فشل رجال الإطفاء في إخماد حرائق امتدت في غابات المنطقة السياحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما اضطر 14 ألف سائح للنزول إلى ملاجئ طارئة جحيم الحرائق والحرارة كانت أكثر قصوة في إسبانيا حيث أعلنت الحكومة حالة التأهب في البلاد بعد تدمير الحرائق مساحات واسعة من غابات قشطالا وستريمادورا ووصول الحرارة إلى 45 درجة مئوية في ملجارة البرتغال التي سجلت الحرارة الأعلى في أوروبا لهذا الموسم مع 47 درجة مئوية أدت موجة الحر المستمرة فيها منذ أسبوع إلى وفاة 238 شخصا واحتراق عشرات ألاف الهكتارات من غابات جنوب البلاد وشمالها القيذ المعدي الذي يسيطر على أجواء صيف أوروبا نالت بريطانيا جزءا من سخونته فقد حذرت وكالة الأرصاد الجوية من حرارة شديدة قد تصل إلى 40 درجة مئوية في جنوب البلاد تحذير دفع بعض المدارس إلى الإعلان أنها ستبقى مغلقة الأسبوع المقبل موجة الحر والحرائق لم ترحم مناطق أخرى في جنوب أوروبا كإيطاليا وامتدادا نحو كرواتيا ورومانيا وتركيا الهجوم المباغت للحرارة غير المسبوقة التي بات تكرارها يرهق كاهل القارة العجوز يسلط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي في العالم تحديات مناخية إضافية تنتظر أوروبا مع ازدياد اعتمادها على مصادر الفحم الحجري وحرق الوقود الأحفوري بعد قطع إمدادات النفط والغاز الروسية بسبب الأزمة الدولية في أوكرانيا